السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا ايكو حبايبة عملين ايه ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب هنعمل مع بعض كده بقى تورتة ولا ارواح تورتة التون وبهديها المرة دي بقى لطلبة الاعدادية بمناسبة نجاحه ربنا يطمن قلوبنا كلنا بأولادنا يا رب هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا يلا تابع خطواتي اول باول وهتستفيد كتير او من الفيديو ده وطبعا مش هبدأ مقاديري الا لما نسمي الله ونصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم وهدي مقاديري سهلة جدا ده كده لون لون التوت يا جماعة وهدي دي بتاعي السبونش طبعا في كل حاجة وهدي انا جايبها كيلو تمام فجبت عليه اتناشر بيضة فجبت وفانيليه هو ما بيحتاجش حاجة للسبونش ما بيحتاجش اي بيكمبودر او اي كلام جبت الدقيق بتاعي وحطيته على البيت زي ما انتم شايفين كده وهنخفق ايه زي ما انتم شايفين كده انا ضربت الاول كده بالمضرب وبعد كده هجيب ايه المضرب اليادة ويبيعها هيبقى يسهل معي جبت الاتناشر بيضة طبعا مقاديري لو هتعملي نص كيلو دي اسبونش هيبقى سد بيضات مقاديري اللي انا بقولها لك دلوقتي دي هتبقى النص لو بكميات اقل فهماني ايه انا جبت كيلو عليهم اتناشر بيضة لان انا هعملها طرطة ست دوار فانا هعملها حاجة كده سبيشي للمرات تمام كده وجبت وخفقتها هوا وحطيت طبعا عايزها تحتاج لبن او مية اللي متوفر يعني لبن او مية وخفقتها هوا زي ما انتم شايفين وافضل اقفق فيها لغاية ما يديني القامل كريمي اللي انتم شايفينه قدامكو ده وطبعا هنحط فانيليا عشان تشلي زفرت البيض اللي انتم شايفينها دي كلها ودي اللون اهو بقى ده اللون بتاع اللي هيديني اللون اه التوت هيديني اللون هو لونه موف كده فهو دوان يعني مفوش منه خطر يا جماعة يعني مصرح عادي انا حطيته هوا طبعا هو على فكرة هو ميدي لون بس الكاميرا مش ميدي له حق على فكرة خالص هو اه ده اللون جامد قوي بس هتشوفوه بقى لما التوتاية تخلص هتبان خالص وهيبان لونها جدا بص هنا كمان انا خفقتها هو هفضل اقفق فيها لغاية ما يديني اللون والفوم الفوم العالي والقامل الكريمي اللي انتم شايفينه ده ده انا هقفق تاني يعني مش هسكت على كده هفضل اقفق فيها لغاية ما تديني فوم عالي قوي كده بصوا بقى كتر الخفق يا جماعة بيديها الكوامل الكريمي والفوم العالي ده بصوا بقى كده هو ده بصوا عاملة ازاي وعالية ازاي وهجيب بقى الاصطانية بتاعتي وهخط فيها دهنة زيت كده من الجناب بقى او ايه عايزة تحطي فيها دقيق من تحت كده وترشرشها بالدقيق تمام بس يعني عادي يعني مش مستهلة برضو يعني انا عملتها بالزيت هم الجناب ومن القاعة تحت كده زي ما انتم شايفين كده عشان بحيث انه لما انزل المسحوب بتاع والكريمة بتاعتي ما تلزعش ونزلتها زي ما انتم شايفينه هوا وهساوي بقى طبعا هتبقى مني فعملت صانية تانية بس انا عشان انا عايزة اعملها ادوار عالية قوي عشان لما تديني اعوريكم الخرطة كم دور منها كانت حكاية بجد وعلى فكرة مش مكلفة خالص اجي اول واحدة هوا انا عملتها عن 2 على فكرة انا عملت كده أتنين يعني الكيلو ده عمالي اتنين فالصانية بس انا بوردتك صانية بس في الصانية التانية برضو عملتها الصانية دي عملتلي thlatsة تمام والصانية التانية عملتلي 3 فهملي كونولي مع بعض 6 فهاجي بقى طبعا هنعمل بقى الادوار بتاعتنا جبتي لبنا هوا محلى الحلية اللي انت عايز اي يعني انت عايز انا مصقر بس انا انا بحب وصل وعملت الكريمة بتاعتي طبعا انا عملتها معاكم كتير فما ارضيتش برضو عملها معاكم المرات تمام جبت الكريمة وحطيت اللبن الاول بحيث اني تبقى طرية معايا مستطرية كده وحطيت الكريمة فرشتها زي ما انتم شايفين كده افضل افريشها زي ما انتم شايفين كده بضبط وحط كمان طبقة ايه اى صوص التوت عايزة تحط صوص الشوكولاتة بس بما ان اليوم بتاعنا كله ايه طورتة التوت فهنحط صوص التوت بردو تمام ومبقى بين كل طبقة وطبعةي هنحط رع ونرش بردو باللبن المحلا زي ما انتم شايفين كده وحنحط بردو طبقة الكريمة كده مواطبرة زي ما انتم شايفين كده بضبط خطواتي سهلة جدا بس اللي فيه عقل وراس بيعمل عميل الناس احنا فينا عقل وراس ونجيب الترطة اللي بنجيبها ب300 و ب500 من بره هنعملها في بيتنا باقل التكاليف وابسط الامكانيات جلت الكريمة اهو بتاعتي وبردو فرشتها زي ما انتو شايفين كده على الاخر وسويت زي ما انتو شايفين كده وهحط كمان ايه الطبقة التالتة بس برضو ما ننسيش ما بين كل طبقة والتانية الصوص بتاعي توت احنا النهاردة اليوم بتاعنا كل توت النهاردة ونجيب الطبقة التالتة ونرش برضو زي ما انتو شايفين كده بالزبط زي ما عملنا الخطوات اللي فاتت هنعمل كله بالخطوات دي برضو كل مرة هنعمل هنحط طبقة ونحط عليها الصوص اللبن المحلى وبعد كده الكريمة وبعد كده صوص التوت عشان كل يومنا نهاردة توت طبعا وبعد كده هنفرش ايه هنفرش الكريمة وطبعا انا رحت كده بقى بالجناب بقى جبتك طبقة كريمة كبيرة اوي زي ما انتو شايفين وفرشتها من الجناب وهيحول اسويها ايه واشبعها بالكريمة من ايه من فوق ومن الجناب من كل حتة يعني من الاخر وجبت الصوص بردو بتاع التوت بتاعنا عايز اقولوك الصوص ده طعم حلو قوي تحس ان فيه مزازة كده وطعمه جميل جدا واجه هوا انا عم فضلت اعمل بقى كده لغاية موصلت للايه للستة اول بصوا بقى بقى تعالي اوي ازاي حطوا بقى طبقة كريمة كبيرة خالص كده بقى بصوا جميلة بزمكوا لو جبتها من بره دي هتجبوها بكام مش اقل من خمسمائة ستتمائة جنيه دي ده ما كانتش اعلى كمان يعني انا ما بشتريش طرط من بره كتير بصراحة بحب اعملها في البيت فمعرفش الاسعار اوي يعني بس دي يعني ايمية خمسمائة جنيه ولا تلتمائة وخمسين حاجة زي كده يعني كبوليت ام انا بابسط تكاليف والله عملتها في البيت ما خدتش مني حاجة يعني ما كلفتنيش اول واخر يجي خمسة وثمين جنيه ولا حاجة وافضل اساوي فيها بعضا ما انتم شايفين كده معلش انا اسفة جدا والله على الاضاءة مش عارفة اليوم ده كان فيه ايه وكنت يعني انا عاملة الفيديو ده من بدري بس حبيت ان انا اهديلي بتوع الاعدادية لطلبة الاعدادية بس بصراحة هكوش عايزة انشوره علشان اضاءته ما كانتش قد كده بصراحة فعذروني يعني المراضي في الاضاءة يعني وجبتي بقى اللي هو الكريمة المخفقة اللي انا حط عليها لون يعني بعد ما تحط الكريمة البيضة حطي بس بمجرد لون كده بس عليها يديك اللون اللي هو اللون التوت اللي احنا عملناه في الاول خالص اللون اللي احنا عملناه في الاول خالص حطي نقطتين كده في الكريمة واخفكيهم مع بعض يديك اللون التوت ده عايز اقولك هو لون ظاهر جدا بس برضو الكاميرا مش مدياله حق والله بس هو لونه ظاهر كده وش كان شكله حلو جدا بس بجد الكاميرا ظلمتهم. الاضاءة كانت مش عارفة في ايه من المرة دي يعني الحمد لله. هنضف بقى من حوالي كده زي ما انتم شايفين. وجبت بقى ايه زي انت? القدامكم دي عجينة سكر يا جماعة. انا جبت اعمل هيبر. اه عجينة السكر دي فردتها. فردتها وروحت شلتها وروحت احطها على الطرطة بعد ما حطيت الكريمة بتاعتي تمام? وجبت بقى الكريمة المتباقية اللي هي بلون. وعملتها الشكل اللي فوق ده كده. وجبت برضو توت. يلا بقى احنا ايومنا توت كله. وجبت توت كده اه مصنى من باب البحر لو انتم هنا في شوبرا عارفينه. هو ليه في روح في كزا حتة يعني. جبت وروحت حطها زي ما انتم شايفين كده. وجبت ايه صوس توت زي ما انتم شايفين كده. هنزين بقى يعني ايه. هنخيقى هو اليوم كل توت يا جماعة. هي عايزة كل توت النهار ده. فهنعملها كده. هنزين بالمنظر ده. وشوفوا بقى الجمال بقى. والحلاوة بقى والطعامة. ولا اروع. ولا ايه الجمال ده. كان نفسي والله اصورها لكم وهي متقطعة. بس بصراحة المقطع ده تمسح مني. والف مليون مبروك لطلبة الاعدادية. وبحبكوا كتير قوي قوي قوي. وبالتوفيق وعبال السنة والتخرج يا رب. ولو عجبك الفيديو انت وهي يا امارات. تنسونيش باللايك والشير كتير كتير. وبحبكم في الله ويا رب اكون قفلتكم بمعلومة زيارة. وباي احلى متابعين.